قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بوشيري بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ضعفوا عن عملها فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها وينفقون عليها على أن لهم نصف ما يخرج منها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهمين مئة سهمين فجعل نصف ذلك كله للمسلمين وكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ترجمة نانسي قنقر